محمود مختار محمد رفاعي من مواليد الإسكندرية في سبتمبر 1905 الإبن الثالث للدكتور محمد رفاعي حاكم باشي مستشفى الإسكندرية وحاكم باشي معناها كبير الأطباء انتقلت أسرته للقاهرة وتحديدا في حي السيدة زيرت ودخل مدرسة محمد علي الابتدائية كان عنده تمت سنين لما شارك لأول مرة في فريق المدرسة وكان أصغر لعبيها سنا وجسما وأكثرهم مهارة مدرسته فازت بكاس المدارس الابتدائية بعدها اتنقل لمدرسة السعادية السنوية وطول ما كان بيلعب فيها ما خسرتش ولا مباراة وبعدين دخل مدرسة الحقوق الخدوية واتخرج منها سنة 1922 شافوا لعب الأهل الأديم محمود مرعي وضموا للفريق الأول وفي نفس الموسم لعب أول مبارياته مع الأهلي وفاز الأهلي بأول بطولة في تاريخه وكانت بطولة كاس السلطان حسين وفوراً انضم المنتخب مصر اشتركوا في القناة